تأكيد النظاماني وحماية حقوق جميع أطراف العمل أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل بدأ تطبيق نظام التأمين الاختياري على العملة المنزلية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وجمعية التأمين البحرينية مشيرة إلى أنه يشمل الاستخدام المباشر وكذلك الاستخدام عبر وسيط مكاتب التوظيف قال الرئيس التنفيذ لهئة تنظيم سوق العمل السيد جمال العلوي أن النظام التأمين الاختياري للعمل المنزلية يهدف إلى توفير أكبر قدر من الحماية لصاحب العمل والعامل المنزلي وتعويضهم أو تعويض ورثتهم الشرعيين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه أضاف العلوي أنه تم الاتفاق مع جمعية التأمين البحرينية على إطلاق تأمين اختياري للعمل المنزلية عند تقديم تصريح جديد أو طلب التجديد لمدة سنة أو سنتين بحسب المعايير والاشتراطات كما يمكن لأصحاب التصريح القائمة إصدار وثائق تأمين تتماشى مع تاريخ انتهاء التصريح الحالي يشار إلى أنه يتم تفعيل وثيقة التأمين بمجرد دخول العامل الأجنبي للبلاد وفي حال كان العامل الأجنبي موجودا في البلاد فتفعل التأمين بمجرد صدور تصريح العمل الخاص به